استقبل رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية ومعه قادة وضباط وأفراد المنطقة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء رقم طيار فز التميمي في استقبال رسمي بحرص التشريفات والموسيقى العسكرية بعد عودته من المملكة العربية السعودية وعقب الاستقبال اجتمع اللواء التميمي بقادة الألوية والوحدات العسكرية وشعب قيادة المنطقة لاستعراض ومناقشة وتقييم أدائهم خلال الفترة الماضية أثناء تنفيذ المهام والواجبات العسكرية حيث استعرض الاجتماع جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجههم خلال سير عملية تنفيذ المهام والواجبات من مختلف المعسكرات والمواقع العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية والمنتشر بمختلف مناطق مديريات ساحل حضر موت وشدد اللواء التميمي على ضرورة اليقظة والجاهزية لكافة الألوياء والوحدات العسكرية مؤكدا بأن بلادنا نمر بمرحلة حارجة وحساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك البناء بما يحفظ من واستقرار حضر موت ترجمة نانسي قنقر